اللي فاتوا عن أبو جبل والأهلي وغيره وغيره لم يصدر بيان رسم واحد خالص لا من الأهلي ومن البنك الأهلي اللي هو أبو جبل بلعب بنك الأهلي ما صدرش بيان طب فيه تصريح من مسؤول؟ لا حد طلع التكلم من الأهلي؟ لا حد تكلم بنك الأهلي؟ لا طب إيه الموضوع؟ هل ده صح؟ يعني هل اللي حصل ده كان صحيحاً؟ كان دقيقاً هل حد كان يقصد أنه قبل المطش ده يتكلم على أبو جبل؟ والأهلي يروح ولا ميروحش أو ييجي أو ما يجيش؟ وقع مع الأهلي؟ لا هل بقول لك معلومة؟ ما حصلش الراجل هناك الراجل مع منتخب وليس يقيت بعد بكرة؟ يعني ما حصلش توقيع؟ طب البنك الأهلي حصل مع التصلاة؟ الأهلي طلب آه بس طلب طلب أبو جبل بالمناسبة وطلب بسام من سيروميكا وطلب على لطفي من زد الأهلي بيبحث عن اتنين حراس مرمى كبار؟ أو بيدور على اتنين حراس مرمى؟ طب هل كان في التصلاة وتوقيع؟ ليلة المطش؟ لا أنا بقول لك لا والأمر الثاني لأنه موضوع زي كده توقيت إسارته غلط؟ تماماً والكلام عنه غلط تماماً يعني عندك منتخب بيلعب ويطلع في الإعلام يقول لك الحقه أبو جبل والحقه الأهلي يا أخي عندك منتخب يا أخي عندك مباراة مهمة يا أخي بتدوره على إيه؟ على أحساب البلد ما تشوفوا المنتخب الأول ويدعم الراجل ده الأول عشان يصدوا كورة من التماني اللي اتشاطوا عليه وكلهم في الزاوية الشمال وهو بيجري ينطوا على اليمين ويترم على اليمين وتسبع على الشمال محدش قاله على الشمال ده عام الإزازة الشطة في الشمال ويترم على اليمين هو أنت الشمال عندك كتفك الشمال في حاجة ممنوع تترم على كتفك الشمال يعني أول كورة في الشمال جون التانية في الشمال جون التالتة بره وكانت في الشمال الرابعة في الشمال جون الخمسة في الشمال جون الستة في الشمال جون السبعة في الشمال جون بيقول لها بتتأول واحدة والتانية وبعدها تتعلم سبعة دخلوا في الشمال ومتعلمتش يا أبو جبل طب والله الأهل لو عايزوا لأنا بقولي الأهل ما تاخدوا أنا بحلب بالله على الهوى لو الأهل عزبوا جبل بعد اللي شفناه مبارح لأ لأ ضيعة كل منتخب مبارح سألني بقى ضيعة لك اللعب مبارح أو يعني هيشوت في الشمال طب وإنت طرت على يمين ليه هو أنت شفت ولا ما شفتش قريت ولا ما قريتش وجاي في الآخر تقول أنا كل ده أخطاء إيه ما كل دي مصائب بنتكلم عليها طيق عايز يروح إعارة أنت عايز تتكلم مثلا مع اي اي فريق اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي او ناد زماء اي حد يتمنى حدش يقول لا مفيش اي بالمناسبة اي فريق هيرفض انضمام اي لعب ولكن في الاخر انت بيبقى لك شروط وبقى لك طلبات طب انت النهاردة بتتكلم على قبل ساعتين من نطش فاصل بتتكلموا على ابو جبل قبل ساعتين سوشيال ميديا وبعض الناس قبل ساعتين همونكوا ابو جبل مش همونكوا منتخب مصر همونكوا ترند مش همونكوا منتخب بلدكم اللي هيلعب بعد ساعتين يحرص مرة من المنتخب تشغلوا الناس وابو جبل تركيزه والنادي الاهلي عمل كان يعمل ايه النادي الاهلي او ناد زماء او غير او اي نادي يعمل ايه هل ده كان وقته اثارة هزي القضايا وهزي الموضوعات حد راح تفاوض معاه حد قاعد معاه حد تتكلم معاه حصلت صال معه دورة البنك الاهلي طيب مسؤولين البنك الاهلي اهم حاجة ارادت اللاعب رغبة اللاعب لا بنك اهلي ولا سيراميكا ولا زيت ولا زمالك ارادت اللاعب اخبارها ايه لازم تكلم ابو جبل تقوله انا عايزك فالله وشروط هيقولك والله انا طلبات واحد اثنين اربعة يرجع بعد كده للنادي بتاعي يقوله خلاص انا انتفقت مع النادي الاهلي اروح اعارة او نادي الزمالك او السيراميكا او سموحة او المصر او اي نادي انتفقت والله معهم ان انا اروح اعارة لمدة ست شهور خلاص ببروك هل حصل بركة دي الاجابة لا ما حصلتش ما حصلتش بقولكو بالزبط من ساعتين بعملت صلاة عشان اعرف طب سيراميكا او طلع خبر انه بسام لا ما حصلش يعني ما حصلش انه تم التعاق ممكن يكون حصل كلام اه طب سيراميكا ما عنده في الدوري وعنده كاس الرابطة وعنده اما انت داخل منه اقل حارس بتاعه فلازم وعنده بديل لانه هو بيلعب وانت رايح كمان بعد كده عندك عنده اولمبياد من مايو اللي جاي ولا في اخر عنده معسكر وبعد كده راحين باريس فيبقى ايه وانت هنا سيراميكا محتاج يبقى عنده حارس قوي فلازم تديله يا حارس يا تديله لعب كويس او اتنين لعبة كويسين مثلا على سبيل المثال تشوف صلاح محسن اخباره ايه طيب احمد عمد قادر اخباره ايه مثلا بدي بعض الامثلة يعني لازم يبقى فيه كده وفيه كده وازم يبقى فيه كده كده يعني لعبة تنتقل وتروح وتيجي مهم فاحنا يعني فانت فانت النهاردة يعني وازم يبقى كده يعني وكفاية الشماتة يا جماعة كفاية الشماتة بلد لا فريق خرج زعلنين جدا وانا بطلب من الدكتور اشرف صبح وزير الشباب الرياض يفتح تحقيق عاجل عاجل خلال 24 ساعة اللي جاية دي تحقيق ايه اللي حصل ليه اسباب الاخفاق اللي حصل ده ايه حكاية فيتوريا التعاقد معاه ايه طب فين النتائج بتاعته زيرو صفر يعني راجل بقاله سنة معانا ونص يمكن فابا دكتور من واحد ونص مليون دولار تقريبا تقريبا ايه عمل ايه من واحد ونص مليون دولار جبنا نتيجة كويسة على فكرة لو ما كانش معانا مدرب كنا لعبنا احسن يعني لو كابتن حزب امام لو ما كانش عندنا مدير فني المنتخب كان لعب افضل يعني لو حد من برا يفهم كورة يقول اللعبة ايه يا كابتن حازم شمال ويمين بس انزلوا هيختار واحد واثنين واربع انزلوا على بركة الله كانوا على فكرة عملوا اداء افضل من عندنا مدير فني بياخد مئتين الف دولار يا كابتن حازم وعمل شرط جزائي عايز عامل شرط جزائي يا كابتن حازم ثلاث شهور يعني عايز ستمائة الف دولار هتجبهم منين يا كابتن حازم وانا محتاج النهاردة للالف دولار مش ستمائة الف دولار عندكم الاتحاد يعني عندكم فلوس باشا الله في الاتحاد ستمائة الف دولار تدوها الفيتاريا فين قطاعات الناشئين يا كابتن حازم فين ما تعاقدت مع الفيتاريا وعملتنا من البحر طحينا وده اللي هي ودينا وده اللي يجب الوطولة وده احسن خبير في العالم واحسن مدرب وكلنا اسمعناك يا كابتن حازم كلنا اسمعناك وخلاص وكله قال لك ايه سيبوا حازم امام هو متحمل مسؤولية عمل يا حازم امام متحمل مسؤولية النهاردة ده ما طلحش كلمتين عشان يرضي الناس يرضي الملايين المصريين اللي غضبانين المبارح ده ما احترمش الناس عازم امام ولا الاتحاد طلعوا بيان فيه مئة وستة مليون باكوا مبارح كان لازم يطلع بيان اعتذار قبل ما تحركوا من كود فوار تعتذروا للشعب الشعب اللي بات مبارح زعلان الناس اللي قاعد برا مبارح للساعة اتنين صباحا فرجوا علماتش برا في القهاوي وفي القندية كانوا مستنين فرحة ما لا ينهاش دول ما يستهلوش كلمتين منكم اعتذار ولا ايه يستهلو ولا لا كابتن حازم خدعتونا خدعتونا تاني خدعتونا دحكتو علينا دحكتو علينا بهذا الاداء الذي ليليك بمصر يا كابتن حازم امام ده انت كنت نجم وولدك كان نجم النجوم كابتن حماد الله يرحمه لانا كنت اعرفه شخصيا كنت ابقى سعيد جدا لما شوفه يا كابتن حازم ارتكبت خطأ كبير وخطأ جاسيم في حق ارياضة في مصر مدرب لم يدرب اي منتخب في العالم بيدرب فيه نحن جايبه يدرب فيه نحن يتعلن فيه نحن يا كابتن حازم امام اللي حصل ده حساب الحساب والمحاسبة حق الشعب المصري اي واحد تسبب فيما جرى لابد من المحاسبة وجميع المتسببين يحاسبه اصلاح المنظومة الرياضية يأتي من هنا يأتي من هنا دايما بنساندكم بندعمكم وقفين معاكم لكن لما يبقى خروج مهين لا مش هنطبطب على حد ابدا مصر قبل الكل ولا يعنيني اي حد الا بلدي وشعبها العظيم شعبها اللي زعلان واللي غضبان واللي من انبارح حمادة 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 طيعة كورة ما تضيعش ده حمادة مبارح كان داخل التاريخ ودخل التاريخ فعلا بس بكورة ببنى انه ما سجلش الهدف الكورة دي دي ضيع يا مهرب ياض طب والله انا لو ما كان حمادة لا سجلها انا بحلب بالله وانا لعدت كورة وبالعب كورة والله لو ما كانه لا سجلها طب والله لو اي واحد بيعرف يلعب كورة والكورة دي جات له هنا والحارس هنا ومحدش معه لوحده والشبكة مفتوحة والدنيا مش معقول يا راجل ده انت توقف وترقص وتشوت ومن غير ما توقف ده انت كرة جيلت يعني بيقولك شو يا راجل سجلني يا راجل اطلع بمصر يا راجل خد المتخب اطلع ده كنا هنشيلك على راسنا يا استاذ حمادة اضيع منك دي اضيع منك الكرة دي ده انت ترجع تتضرب في مركز شباب يدربوك في مركز شباب الاول يجبوك المتخب وكرة زيدي تضيحها تضيع منتخب بلدك في كرة زيدي هل ده معقول ده معقول يعني هو كل واحد في الدور يا جماعة بقى سجل جون ولا مسي كرة كويسة ولا رأس يبقى في المتخب ده منتخب والله مع فيه قيمة منتخب مصر بحلب الله اللي عارف قيمة منتخب مصر يبقى حريص على كل واحد بيختاره اختار اللعبة كويسة اشتركوا في القناة